والنهاردة اليوم الإعلامي لمرض التصلب المتعدد يصادف يوم 30 مايو كل سنة في اليوم ده بيكون في توعية مسببات هذا المرض أعراضه الفئة الأكثر عرضة للإصابة بي ما هو مرض التصلب المتعدد؟ هو مرض مزمن بيؤثر على النخاع الشوكي في الدماغ والأعصاب البصرية بيصيب الشباب من سن 20 لغاية 40 سنة هل لي علاقة ببعض الأشياء الممارسات الخطئة؟ ولا هو بيجي صدفة؟ هل لي علاقة ببعض الأمراض الوراثية؟ ولا هو بيجي صدفة؟ هل بيجي عند النساء أكثر ولا بيجي عند الرجال؟ خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن مرض التصلب المتعدد اللي النهاردة اليوم العالمي بيه بصحبتنا النهاردة الدكتورة إيمان الملك بأستاذ طب المخ والأعصاب والأستاذ أيضا بوحدة التصلب المتعدد في جامعة إن شامس صباح الخليل لك دكتور إيمان صباح النور ويا رب كده يبقى يوم جميل ونعمل توعية حلوة جدا لمرض التصلب المتعدد لأن ناس كتير بعد ما بنعمل حلقات عنه للتوعية بيظهروا أن هم عندهم المرض وما كانوش عارفين وشوهة يمالهم؟ تب خلينا في البداية يا دكتور نوعي أستاذ المشاهدين ونفاهمهم ما هو مرض التصلب المتعدد؟ تمام هو مرض مناعي بيصيب الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والنخيع الشوكي والعصب البصري زي ما حدكت فضلت وقلت الالتهاب ده بيبقى مناعي يعني إيه مناعي؟ يعني الجسم بيكون أجسام مضادة ضد نفسه يعني الجسم بيهاجم نفسه بيهاجم نفسه إزاي أسبابه؟ ممكن يكون فيه عدوة فيروسية حصلت في الأول وبعد كده الجسم بدل ما يكون أجسام مضادة ضد هذا الفيروس لا ده عمل أجسام مضادة ضد المخ والنخيع الشوكي أو العصب البصري فتخيلي أن منك منك لنفسك بتقومي وبتهاجمي نفسك مشكلة يبتدي يحصل مشكلة في المخ والنخيع الشوكي والعصب البصري اللي هي مادة المايلين المغلفة للأعصب بتبتدي تتأكل لما بتتلف مادة المايلين الإشارات من المخ للعضلات بتضرب زي ما يكون عندك قفلة في البيت مش يقول لك أصل الرئيسي روح الفيوزات ها دي الفيوزات بقى يعني المايلين ده لما بيتقشر أو لما بيتتاكل دي المادة العازلة اللي بتبقى على العصب واللي بتسمح بتوصيل الإشارات الكهربية من المخ إلى العضلات يبقى لما الحكاية دي بتبوز الديناميكية بتاعتها يبتدي يحصل ضعف في الإيدين أو الرجلين اللي هي ضعفة في الحركة ضعفة في الإحساس عدم توازن مشكلة في الرؤية لو حصلت في العصب البصري مشكلة في الإخراج وعدم التحكم في البول سواء احتباس أو تسيب وانفلات يعني فإذا هو مرض خطير لأنه بيجي في البنات أكتر من الولاد طبعا فهو خطير عشان كده بالنسبة لنا احنا يعني كبنات تاني حاجة الإصابة بتبقى من 3 إلى 1 في البنت للولد 3 إلى 1 الخطورة بقى إنه من 20 إلى 40 من 20 إلى 40 كنت لسه حاسأل حضرتك يعني سن صغير سن الجمال والحلاوة والكلية بقى ونخلص الجامعة ونخطب ونتجوز ونخلف هو ده السن الأنرجي والطاقة فدول المان باور يعني هم دول المفروض السواعد اللي المفروض بتشتغل وتنتج وتعمل فتخيالي بقى نسبة الإعاقة هتبقى عاملة إزاي لو الناس دي ما تعالجتش وما خدتش العلاج بتاعها فهو ده الكرسى بتاعته إنه هو كرسى إن أنا مش مرض زي الألزهايمر بيجي في ناس عندها سبعين سنة ستين سنة فوق ستين لأ ده بيجي لناس صغيرة اللي أنا محتاجهم في المجتمع طب دي ما عراما عرشن يعني نقاومه يعني هل لي أسباب معينة للمجتمع يقدر يتجنبها لازم نعرف أسبابه أول حاجة الأسباب حضرتك قلت كلمتين هل هو وراسي؟ آه فيه جزء منه وراسي وراسي بنسبة 200% لأ الحقيقة يعني إيه؟ يعني ممكن عائلات ملاقيش حد خالص في العيلة عنده حتى أنا دايما أقول لهم إيه؟ ممكن جدك بقى من حطب يكون كان عنده لكن الجين موجود عندك في العيلة يعني مش لازم يعني يقولك أنا ما عنديش حد أيوة بس أنت ما تعرفش الأنسسترز بقى بتوعك اللي هما الأساس بتاع عائلتك ممكن يكون كان واحد إيه؟ من الجد السابع صحيح وساعات ما بنلاقيش ساعات بتبقى طفرة طيب لو هي وراسية إيه قصة الوراسة؟ عارفوا منين؟ لقوا إن التوائم لما يكون عندي توقم واحد عنده MS أو يعني التصالب المتعدد والتاني ما عندوش نسبة الإصابة بتاعت التاني ده بتبقى 30% يبقى معنى كده أن فيه وراسة يعني لو إصابة هذا الشخص طالما توين اللي هم التوقم دول بيبقى جيناتهم بتبقى قريبة قوي ده شبه متطبقة يعني أي فوجدوا القصة دي من هنا وتاني حاجة وجدوا برضو إن أبناء الأشخاص المصابين ممكن بتزيد نسبة الإصابة فيهم فإذا حتة الوراسة موجودة ده نمرة واحدة لكن مش معنى أن أنا عندي MS إن لازم كل ولادي يطلعوا MS أو لازم ولادي يطلع عندهم MS ملهاش علاقة ملهاش علاقة فيه ناس بنشوف كده والناس بنشوف كده طب إيه تاني؟ فيه حاجات تانية نقدر نحسنها ونزبطها زي إيه؟ أول حاجة التدخين وده أنا دايماً ببتدي بدأ لإن ده نقدر نبطل فيه علاقة وطيدة والأبحاث كلها قالت إن التدخين والدخان عموماً مش بس إن أنا أدخن لأ ده أنا لو قاعد في مكان ناس بتدخن يعني تعرض الناس للتدخين أو الدخان بيزود نسبة الإصابة بالتصلب المتعدد دي من الله واحد نمرة اتنين السمنة أنا بكلمك في الحاجات اللي نقدر نقومها السمنة وجدوا برضو إن كل ما زاد وزن الإنسان كل ما زاد نسبة إصابته بالتصلب المتعدد غير كده فيتامين دال فيتامين دال ده بقى اللي هو محطوط في كل الأمراض بالوقت فيتامين دال ده مهم جداً ده مصيب أسود حاجة شوية خباله منه خالص بالزبط دايماً لما شخص مريض أم أس أروح طلباله أو تصلب متعدد أروح طلباله فيتامين دي أبص أليه في الأرض بس مع أرقام غريبة أشوف إدى ستة تسعة بس ده مفروض تلاتين النقص ده دكتور من بداية من تلاتين ده هو النورمال بداية من تلاتين النقص ده دكتور بيكون مسبب من ضمن مسببات المرض طبعاً عفواً ولا بيكون يعني فكرة أنه هو يكون قليل قوي كده بيكون كتوابع أو ساير إفاكت للمرض أو كونسيكمس للمرض لا هو مسبب يعني أحد المسببات أو عوامل الخطورة بنقول عليه عوامل خطورة بمعنى مثلاً مريض الجلطة بتقولي له عوامل خطورة اللي جابت لك الجلطة ان انت عندك ضغط وسكر ومشاكل في القلب ورفرفة رفة وزينية في القلب وا 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 احنا في التصالب المتعدد بنقوله التدخين السمنة نقص فيتامين دال دي كلها عوامل خطورة عشان طب هم ليه عرفو كده لقوا ان الاطفال اللي بتتعرض للشمس واللي عندهم فيتامين دال كويس اقل عرضة للاصابة بالمرض فربطوا ما بينها طالما اللي عنده فيتامين دال كويس وبتعرض للشمس كويس والالترا فيلوت ريز كويس دول اقل عرضة للتصالب المتعدد اذا العكس بالعكس لما دول يقلوا يبقى انا اكثر عرضة للاصابة بالتصالب المتعدد رابع الحاجة احنا قلناها خلاص اللي هي الشمس بقى تعرض للشمس اللي هو الشمس الحلوة مش الشمس الحارقة بتاعت ساعة 12 دهر يعني دايما العين اقول له تعرض للشمس يقول لي اه انا 12 دهر بقى في كده تحت الشمس لا طبعا ده دي دي ايه اتضارة انت مجيش تتعرض في الوقت اتضار لا احنا عايزين يا اما الشمس بتاعت بدري يا اما الشمس اللي هي بتاعت الساعة تلاتة اربعة خمسة كده قبل الغروب بحوالي ساعة ساعتين بدري دال هو الساعة كام بدري اللي هو بنقول مثلا من الساعة تمانية الصبح من تمانية مثلا لغاية عشرة من سبعة لعشرة اللي هو الشمس الحلوة اللي ما تدايق كيش اللي ما تنرفس كيش دي ولو تعرضنا حتى للشمس بتاع الساعة 12 بردو نحاول ان احنا يعني ناخد احتياطاتنا زي اه طبعا اللي بقى لازم بقى سان بلوك بقى وكده بس دي مش هتفدني في الامأس احنا دايما بنقول للعيان عايزين الوقت الحلو اللي هو بتبقى الترا فيل تريز يعني بتبقى مفيدة وتكون اللي مش مضرة غير كده طبعا زي ما قلنا الرياضة الاكسرسايز برضو وجدوا ان الناس اللي بتلعب الرياضة اقل عرضة من الناس اللي ما بتلعبش واللي عايشة حياة مريحة اللي هو يركب التاكسي يقول له طلعني لغاية السرير يبقى ازا الاكسرسايز مهم الحركة الرياضة لان ده برضو بيساعد في تقليل نسبة الامراض المنعية صحيح ان معظم الامراض المنعية تلاقيه بتيجي في الناس بتتحركش صحيح فيبتدي يعني كل حاجة فيه تتيبس بما فيها الجهازة العصبية حدريك قلتي كمان قطة مهمة انه ممكن كان فيه عدوى فيروسية قبل كده بالزبط ما هي دي اللي انا قلتها في الاول ان العدوى الفيروسية ودي اهم واحدة واللي قلتها اول حاجة ان ممكن يكون فيه اصابة فيروسية وعملت خلل فيه الجهاز المنعي ان الجسم كون اجسام مضادة ضد نفسه ضد مادة المايلين اللي احنا قلنا عليها اللي هي اللي بتوصل الاشارات العصبية الفيروسات دي فعلا بالفعل ثبت وجود فيروسات معينة يعني فيه فيروسات بالاسم اتعرفت ان هي المتهمة طيب زي ايه بقى؟ ده انا هقولك مفاجأة حلو قوي عندنا اكتر حاجة هتخضك دلوقتي لما اقولك الكورونا الكوفيد 19 من الحاجات اللي اثبتت تقدر بالجهاز العصب نفس القصة اه يعني فيه فيروسات ثبتت عليها الابحاث خلاص وتقال ان دي من الحاجات اللي ممكن تسبب ام اس بطريقة مباشرة زي ما شرحناها اللي هي الابشتاين بار فيروس فيه فيروس اسمه كده ابشتاين بار الابشتاين بار ده وجدوا ان المصل بتاع المرضى بتاع الام اس مليان بالاكسام المضادة ضد هذا الفيروس يبقى قالوا ايه ايش معنى يعني بتاع الام اس تقريبا كلهم عندهم هذي الاجسام المضادة يبقى معنى كده انه تمت اصابة هذا المريض سابقا مسبقا يعني بهذا الفيروس تبساني دكتر اشتا موضوع الكورونا ده تحديدا ناس كتير قوي هتتخضي هتتخضي بقى احد التوارس اللي زودت نسبة الام اس الكوفيد 19 هل مثلا اثناء مهاجمة المناتج الجسم لنفسه هل احنا بنحس بسيمتمز او باعراض معينة هل بعد العدوى مثلا لو في عدوى فيروسية فيه حاجة احتياطات نعملها بالضبط هي بعد العدوى يعني ايه يعني واحد جاله خلاص كوفيد وبعد فترة ممكن تصل من ثلاث شهور لغاية سنة ممكن يظهر الام اس لو هو عنده استعداد لظهور الام اس ورصيا دي نمرة واحد نمرة اثنين ليه احنا بنقول كده لان ايام الكوفيد لقينا كتير قوي حالات الام اس ظهرت وما بعد الكوفيد يعني لغاية دلوقتي بيظهر بنسبة كبيرة يعني انا رأيي ان الارقام اللي موجودة على الابحاث وكل الكلام ده قدام كده سنتين تلاتة هتلاقي ان الام اس ده عدد وزيد نتيجة الكوفيد الفترة بتاعت الكوفيد عملت مشكلة زيها زي باقي الفيروسات زي الابشتاين بور وجدنا الموضوع ده مع الكوفيد وفيه برضو فيروسات تانية زي الحصبة والحاجات دي كلها تخيالي ان ممكن طفل يصاب بالحصبة وهو طفل وبعد كده يجيله ام اس لما يكبر او بعد كذا سنة لان الام اس او من عشرين لاربعين لكن قد يصيب الاطفال ممكن فيه نسبة بتحصل عند سن خمستاشر سنة وستاشر سنة وسبعتاشر سنة شفنا كتير واصغر من كده في حالات ثمان سنين كمان طيب علاجه بتكلف كام؟ والدولة المصرية هل هي قامت بجهود في موجة هذا المرض وخصوصا انه هو يعني من تبعات فيروس كورونا عندنا دعم حكومي ليه ولو ما فيش دعم حكومي لو حد عايز يتعالج منه على نفقته الخاصة بيكلف قدية وبيعود قدية هو طبعا مكلف يعني فيه ادوية بتقف بعشر تلاف مثلا خمستاشر الف في الشهر فيه حاجات عشرين الف فيه حاجات بقى معدية خالصة لغاية كم سنة بيقعد يتعالج احنا بنقعد على الادوية يعني ده ده مرض مزمن يعني زي ما بنقول كده الروماتويد انت دايما بتقولي العيان لازم تمشي عدوان اه فهو مرض مزمن لحد دلوقتي الابحاس ما قالتش امتى نقدر نوقف الادوية الا في حالات نادرة جدا جدا اللي هما ما بيجي لهمش هجمات لان المرض ده بيتميز بوجود هجمات هجمات وتحسن هجمات وتحسن فالناس اللي هي الهجمات قليلة قوي وبسيطة وكده بعد مثلا فترة من العلاج ممكن تجربت ايه تبتدي تقليلي لكن الكلام ده مش مسبت علميا يعني علميا لحد دلوقتي محدش يقدر يقولك توقف الدواء امتى لان فيه خطورة انه ممكن بعد ما وقف حتى بعد عشر سنين العيان يجيله انتكاسة مصر عملت ايه مصر عملت ايه وفرت نفقة الدولة للمرضى الغير قادرين ان هما يقدروا ياخدوا هذه الادوية اللي بالمبالغ دي مجانا بمجرد ان احنا بس بنسبة طبعا البرينت التأميني لو حضرك عندك برينت تأميني او عندك تأمين خاص او كذا ده ايه خلاص لكن لو ما عندكش بقى ما عندكش تأمين صحي او ما عندكش تأمين صحي خاص او حكومي يبقى نفقة الدولة بتتحمل العلاج من خلال طبعا بيجي لنا الوحدات الجامعية او في وحدات في وزارة الصحة ونبتدي نعمله الاجراءات على نفقة الدولة وياخد كل الدولة بتاعه مجانا وطبعا ده جزيل الشكر للدولة المصرية العظيمة لانه من الدول قليلة جدا اللي عاملت قصة دي لانه زي ما حضرتك قلت كمان هو مرض ملوش علاج هو الادوية هي دي اللي بتصبت المناعة وبتخلي المريض ان هو بتحسن الوضع او بتمنع الهجمات والاعاقة والكلام ده وعند الهجمة بنده كورتزون في الوريد بجرع عالية لكن بعد كده بناخد الدول وقائي بنسميه الوقائي اللي هو بيحمينا من الاعاقة والكلام ده كله وعشان كده عملوا اليوم العالمي لتصلب المتعدد صحيح يا دكتور يعني يمكن المرض ده فعلا انا شفت حالات الحقيقة يعني مصابة بالمرض ده مرض صعب طبعا وزي ما حضرتك قلت كان الحالات اللي شفتها فعلا كانوا لسيدات وصغيرين في السن بالمناسبة بالضبط شباب وفي السن الخلفة والجواز يعني يمكن الوضع بفعلا بيكون صعب فكرة انه الدولة تتبنى العلاج للأدوية زي دي والمرض زي ده مهم نقطة مهمة جدا انها فعلا مكلفة جدا وبشكر حضرتك طبعا على كل هذه النصائح وكل الارشادات اللي ألتهالنا عن والمعلومات كمان عن هذا المرض بشكر الجزيلا ربنا يخليكي شكرا جزيلا ويا رب كده كل المرضى يتحسنوا بقى زي الفل ونكتشف علاج قطعي يعني يضيع الامن قس خالص ده أملنا كلنا والأبحاث ما زالت قائمة وان شاء الله نوصل لهذا اليوم احنا العلم بنوصل للحاجة كل يوم بنتطور يعني ممكن يجي في يوم من الأيام نقعد وقعدة زي دي ونقول خلاص لقينا ده وليس نحن دكتور إيمان المرجو أستاذ طب المخ والأعصاب وأستاذ بوحدة أتصال والمتعدد بجامعة عن شامس نورتينك شكرا شكرا جزيلا شكرا لك يا دكتورة